حتى أنه ممت حسنين هيكل ذكر هذه المعلومة وكيف كانوا يستهزئون كانوا يقولون تلك عمامة الملالي عندكم كيف ستؤسس دولة فقال لهم أنتم كيف بالنسبة يعني بما معناته أن الجنرال الموجودة عندكم كيف هم الذين سوف يؤسسون تلك الدولة لأنه موجودة مصر وبعد أربعين سنة شفنا وصل وين صارت والعالم عربي كله وين صارت متى السعودية وين صارت اللي أنا بسميها دولة الحجاز اليوم بعد ما باعوا كل الدين كل شيء ولقوا الدين هو العائق أمامهم للتطور بينما نلاقي الجمهورية الإسلامية اليوم الدين هو في مقدمة مقاراعة الدول للتطور يعني قاراعة الدول كلاتها للتطور شفوا كيف استعملوا هون الدين للتطور شفوا كيف هون استعملوا ضد الدين استعملوا الإلحاد والكفر لضد التطور وهذا الشيء أيها الأخوة والأخوات خلينا نسلط الضوء على موضوع مهم جدا والموضوع هو أنه بتمنى تنتبه وتلتفته لهذا الموضوع لأنه هو يرتبطه من الناحية المعنوية للعالم الإسلامي كلياته أنه معظم العلماء اللي هن شهروا من الطواقف الأخرى من شهروا بالإيمان يعني كان أساسهم الحادي يعني مثلا من طلع على مصطفى محمود مثلا من طلع على الدكتور المسيري مثلا الموجود اللي هو يعتبر بهذا الزمن من أكثر من أعمق الفلاسفة في العلم الصهيوني وتشخيصه وتشخيص الأمور الإسلامية وهالأمور كلياتها وكثير من علماءهم المشهورين العلميين أنا لا أتحدثوا عن الدينيين كان معظمهم بدأوا بالإلحاد يعني إيجوا بلاشوا بالإلحاد حتى في تركيا يوسف أستس بغض النظر كيف صاروا لاحقا وشو عمل بالتحديد وكيف استعمل الجنس والدين للوصول إلى النساء بس عم يتحدث نحن عن معظم علماءهم بدأوا بالإلحاد يعني معظمهم يبدأ بالإلحاد للوصول للإيمان بينما نرى علماء الشيعة يبدأون بتشرب علوم أهل البيت من منتخلق الإيمان وصولا إلى العلم ليش؟ لأنه منلاقي هناك عمق معنوي ومادي كبيرين جدا في الطرح العلماء الشيعي بينما نرى هون أنه هذا بيوصل مثل ما سنشوفه مصطفى محمود كيف يوصل من خلال الإلحاد للإيمان لأن الله عز وجل أعطاه كان يتحدث مع صديقه على الهاتف وانتقلت روحه مباشرة إلى ذلك المكان اللي بيشوف كيف مصطفى محمود أسلم يعني وصار يتساءله بينه وبين حل أنه شو اللي صار بالتحديد انتقلت روحه من مكان إلى مكان آخر وشاف الأشخاص الذين يتحدثون معه على الهاتف وصار هناك بلش هو يسأل عن الله وتحول لاحقا من أفضل العلماء المسلمين في الموضوع الديني بس ولكن هو فقط كان من المتأمل ما وصل لأنه يكون مغير بمعنى أنه بلش يأسس لنظام وهذا النظام اللي هو سوف يخرج علماء مثل ما صار بإيران مثلا مشوف معظم العلماء الإيرانيين كيف بلشوا بلشوا مش بلشوا من الإلحاد بلشوا بتشروا بعلوم أهل البيت سلام الله عليهم وبعد منها مباشرة لأنه علوم أهل البيت تحدثت كثيرا عن العلم صاروا يتساءلوا ويشوفوا برواياتهم بأدعيتهم الأهل البيت وأدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة من مدرسة أهل البيت وبلشوا يتساءلوا بهذه الأدعية والأذكار والأشياء التي بعتوها عبر التاريخ من خلال رواياتهم وبلشوا يتطوروا بهذا المجال وصولا إلى العمق عماق العلمية التي يحصل عليها اليوم نحن نتحدث عن دولة من الثمانين كان فيها عليها حرب قوية أنا فيك تقول بلشت فعليا إيران بـ 92 فعليا لأنه بالرغم يوجد عليهم حصار صاروا 40 سنة حصار خانق شوفوا بمصافة أي دول صارت إلى الآن الأمور الاكتفاءة الذاتية هالأشياء هلأ ممكن نقول كلاية أنه هو بسبب هني كشعب لا إذا من إحنا ملاقي قبل إذن هني كشعب فقط موجود في تلك المنطقة لأنه هي منطقة تحدها الجبال وهني معزولين وهالأشياء كلاية لا لأنه لو كان هذا الشيء صحيح لماذا من وقت الفتح الإسلامي لحتى اليوم لا يوجد قوة علمية نحن لا تحدث عن فقط قوة عسكرية قوة علمية كما تحصل اليوم عليها إيران ليش بالتحديد لأنه هناك محرك رقيقي ليس فقط محرك رقيقي مثل ما موجود اليوم في مصر لأنه يصنع رجال ويعملوا حروب فهمتوا كيف؟ يعني مثلا إذا إحنا أدخلنا علم أهل البيت صلى الله عليه وسلم إلى العقيدة الحقيقية لأهل مصر منلاقيها أن مصر سوف تتحول إلى دولة فيها الكثير من العلماء سوف تتحول إلى دولة فيها عقيدة ثابتة وقوية جدا لتقارع كل الدول الموجودة حواليها عشان هيك منلاقي هناك كمية هائلة اليوم من التشويش الذي يحصل من الشيعة وهالأمور أنه هنا الشيعة أزناب الفرس وهن الشيعة أزناب اليهود مع أنه الفرس اليوم إيران كبلاد فارس هي تتبرى نهائيا من من الماضي تعولها تحاول تتبرى من ماضي يعني أنه عبادة النار والأشياء والتي هنا بيتضحكوا على العرب يقولوا على قليل النار محرك أنتوا كانتوا تعبدوا أصنام والأصنام هي حجارة يعني كيف كنتوا تعبدوها حتى حتى بعبادة الآلهة في تطور عندهم يعني نحن نتحدث عن كيف بيتحدثوا معنا العرب لأنه نحن كثير من العرب للأسف وعندنا سخافة شديدة جدا في مقارعاتهم دايما منقول هني يعبدونا النار وكذا وكذا فهني يردون علينا كنتوا تعبدونا الأصنام على كل حال فملاقي أنه